لو فرضت إنه هاد هون X وهاي Y وبدي أحول أنا إذا عندي X بدي أطلع Y وإذا عندي Y بدي أطلع X فY راح تساوي دائماً 0.5 زائد 1.5-0.5 أضروبه بوين X هذا موجود بالنسبة للرقمين هدول مظبوط إحنا راح ميجي نقول وين X موجود بالنسبة للرقمين هدول كنسبة وهذا راح أضربه في النسبة بين هدول التنية ورح أجمعه للمت اللور المت اليون هلأ بحط المعادلة تبعتها بس خرجيكم المثال هذا فالمثال هذا راح يكون X ناقص ناقص 25 على 30 ناقص ناقص 25 مضروب في هذا الرقم اليون أوكي خلينا نفهمها كيف عملناها من هون هاي راح تعطيني إيش راح تعطيني Y بدلالة X فإذا Y عندي هي Y هي الرقم اللي بدأ أطلع هون وهو X هي الفتنس تبعت الهادف فقدر أحول كل واحدة من الفتنسيز هدول فالمصبوض الناقص 25 تصير 0.5 الثلاثين تصير 1.5 وشو كان عندنا أرقام تانية؟ كان لنا أظن 25 أو 15 10 أو 15 مشين كان فيه أرقام تانية فالعشرة بتصير Y بتساوي 0.5 زائد ناقص ناقص 25 شو بتصير؟ زائد 25 وهي بتصير 30 زائد 25 فتحت بصير عندي 55 1.5 منس 0.5 بتصير 1 فلما تكون X عشرة راح تصير هاي 10 زائد 25 35 على 55 وتساوي 35 على 55 قديش؟ 0.6 قديش؟ 0.6 0.63 زائد 0.5 بتصير 1.13 هاي Y اللي بتتناسب مع عشرة Y اللي بتتناسب مع 15 راح تساوي 0.5 زائد 15 و 25 أربعين 40 على 55 تساوي قديش أربعين على خمسة و خمسين 1.7 1.7 0.7 0.7 زائد 0.5 بتصير 1.2 تقريبا مزبوط وعندي Y لناقص 25 إحنا عارفين هم مفروض وين تروح أصلا 1.5 Y لـ 30 لازم تروح من باي ديفينيشن إلى 1.5 هلأ صار عندي أرقام كلها بوزدي بقدر أجمعها صار عندي 1.2 1.13 0.5 1.5 وهدول بقدر أعمل منهم PDF و CDF أوكي بحط المعادلة العامة اللي بعمل فيها مافينج بشكل عامل مافينج أحيانا تحتاجوه حتى تعملوا pre-processing للإنبوت فالأنا بدي أعمل مافينج بشكل عام ما بين 2 ranges لو عندي range هون هذا رح أسميه X من هون لهون ورح نسمي هادي X1 ورح أسمي هادي X2 وفي عندي value هون X بدي أعمل له مافينج فرضاً لـ Y وY الرنج تبعه من Y1 Y2 وبدأ ألاقي Y اللي بتقابل X فالقاعدة عامة منقول إنه Y الهد ساوي هاي طبعاً الأقل هذا الأدنى Y1 زائد اللي رح أطلع position تبع X هون مظبوط position تبع X هون إيش هو كنسبة هو X مينس X1 مقسوم على يعني إحنا عملنا بنقول بالأطوال هذا الطول مقسوم على هذا الطول شو لازم يساوي هذا الطول مقسوم على الطول الكشب مظبوط إذن عندي هذه رح تصير X مينس X1 على X2 مينس X1 بس هاي بدي أضربها في إيش في Y2 مينس Y هاي الفكرة العامة للمابين اوكي والعكس نفس الشي بقدر أعمل نفس الشي العكس بقدر أجي أقول X بتساوي X1 زائد Y مينس Y1 على Y2 مينس Y1 في X2 مينس X2 اوكي واخذ كرة المابين الكل واضح هاي فاهم الفكرة هاي ليش بطر أحياناً أعمل المابين ممكن مثلاً عندي range of inputs بدي أحولهم من 0 إلى 1 من 0 إلى 1 من هون فكل الأرقام اللي موجودة هون بتطلع على أقل رقام بتطلع على أعلى رقم هون أعلى رقم هون بدي أحوله ل1 وأقل رقم هون بدي أحوله ل0 أو عندي هذول range of values بدي أحولهم plus 1 إلى minus 1 فحتى أحولهم plus 1 إلى minus 1 كل range of values هذول بنفس الـ position تبعهم اللي موجودة هون بتحولوا لرنج جديد هاي ايش سميناها مابينة مابينة ترجمة نانسي قنقر